حضرتك كنت من أولى النجوم اللي نزلوا على الطريق وكانوا مع السوار جنبها إلى جنب اليوم كارمي اللبوس شو شعورة من بعد ما شفنا هل احتكاكات اللي عم بتصير بالسوار والقوة الأمنية ومتل عم قوله عم بسقط كتير من الجرحة وهوض الأمور اليوم شو تقوله كتير زعلك للقصص اللي عم بتصير بهالأيام يعني هلأ مؤخرا لأنه نحن من الأساس نزلنا على سلمية وضرورة تكون مظاهرات سلمية ضد الضرب ضد القتل مني مع تسكير الطرقات مني مع الدرب إذا بديك لموجه للأمن ولا الأمن يضرب المواطن بالأخير نحن عايشين ببلد واحد وإذا الواحد عم ينزل حتى يعيش أفضل بسبب كل التراكمات اللي إذا بديك من 30 سنة إلى هلأ كلها هلأ عم تبين فياريت شوي بروقه لأنه في كتير شباب عم تنصاب وهي الشباب رح تسبب يعني اللي صار إذا بديك الناس اللي انصابت انصابت بعينها اللي تعورت هاي كلها رح تكون في نقمة بعدين كتير كبيرة عالسلطة فبتمنى من وزيرة الداخلية شوي خففوا الضرب يعني شوي تطلب من الأمن أنه يروقوا شوي لأنه نحن بوضع كتير صعب يعني ما فيه مصاري ما فيه أكل فيه جوع وبس يجي الجوع ما بيعود الواحد بيشوف قدامه حضرتك نوياك كانت يعني بقوله صافية وقتا نزلت على الطريق مثلك مثل غير نجوم كانوا عم جاربوا يدعموا الثورة لأي درجة أنت زعلت وممكن انقهرت بس فيه أشخاص صار يقولوا النجوم عم بينزلوا بس حتى يركبوا الثورة بس ريعملوا دعاية لحاله لكن دايما بيطلع إشاعات وخبريات من هالنوع هلأ أنا أول مرة يعني أنا تقريبا بقيت شهر شهر ونص كل يوم عم بنزل لتحت ومش كل يوم عم بطلع لها عم بحكي يعني اطلع التليفزيونات وقعطي قراء يعني هلأ فيه ناس بدأ تقول تقول فيه ناس ركبة الموجة أكيد فيه ناس ركبة الموجة مثل ما تلاكت رباع العالم يعني مثل ما بتلاقي بتكون موزيع عم تحكي عم تنقل خبر بتلاقي وراها في شباب عم بأنه حبين يطلعوا عالتليفزيون يعني هاي ما فينا نعلق عليها بالأخير الواحد بيبين قديش هو حقيقي وقديش عم بيطلب وقديش عم بيسعى لأنه البلد يكون لأنه كلنا عايشين بهذا الوطن يعني نحنا مش برات الوطن مش عايشين بالمريخ يعني نحنا مثلنا مثل أي مواطن عايش هون مثل أي مواطن مش عم بيقدر يجيب أكل ما معنا مصاري يعني وضعنا مثل وضع أي مواطن لبناني اليوم شوريسة اللي بتواجهها لسياسيين هيدا البلد حاجة بقى كل واحد يفكر بحاله بعرف القصة منى قصص العلاقة بس بلبنان يعني كل عمره لبنان متعلق بالقصص اللي حواليه بالبلدين اللي حواليه الوضع أقليمي أكتر إذا بديك بس إذا هالسياسيين اللي صارنوا 30 سنة شوي هيك يروقوه يفكروا أكتر بالشعب الليبناني يفكروا لوين بدنا نوصل هيدا البلد لمحلة بر الأمان لأنه بيكفي القصص اللي نهبوها كلنا رايحين على التراب كلنا راح ننزل بمتر بمتر يعني راح نكون فهي المصاري اللي ضبوها وهي المصاري اللي نهبوها وطبعا مش عم بقول كله أنه في ناس ما نهبوا بس الأكترية اللي نهبوا أنه خلص وقفوا بقى وخلينا نعيش كلنا بسلام لأنه الليبنان معايد يحمل شكرا